بسم الله الرحمن الرحيم ومن مجموع ما تقدم في هذا نخلص إلى السبب الأول فنقول إن السبب الأول من أسباب الثبات على الحق هو الدعاء لأن الهداية هي بيد الله جل وعلا فنسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الحق ويدلنا عليه ويرشدنا إليه كما نسأله أن يثبتنا عليه وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فأول ما يجب علينا أن نكثر منه الدعاء بأن يثبتنا الله على الإسلام والسنة حتى نلقاه هذا أول ما يجب علينا أن نراقبه وأن ننتبه إليه لأننا نعرف تماما أن هذا الباب إنما هو بيد الله جل وعلا ليس إلى أحد أبدا وإذا نظر العبد إلى أحوال من ابتلي في هذا الباب فإنه سيجد أخبارا وقصصا كثيرة يستفيد منها معرفة نعمة الله عليه في ثباته على الحق ومن هذه القصص أمر مشهور عند طلبة العلم جميعا ونحن ما نحب أن نكثر القصص ولكن إذا احتجنا إليها نأتي بها لأن فيها تثبيت لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فالقصص فيها مواعظ وفيها عبا من هذه القصص قصة عبد الرحمن بن ملجب وكيف كان وإلى من انتهى وصار أمره عياذا بالله من ذلك فعبد الرحمن بن ملجب يذكر في ترجمته أنه ممن قرأ القرآن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان قارئا للقرآن وفقيها حتى إن أمير المؤمنين عمر كتب إلى عمر أن يدني داره منه يعني يقربه ويأخذ له دارا واسعة ويجعله يقرأ أبناء المسلمين القرآن فكان على ذلك وانتهى به الأمر عياذا بالله أن قتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنه متقربا بذلك إلى الله جل وعلا وبئس ما صنع وبئس ما ظنه من قربه فنعوذ بالله من الحور بعد الكور يا معاشر الأحبة فإذا كان هذا أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عنهم أدرك أمير المؤمنين عمر الخطاب عثمان وقتل عليا فنعوذ بالله من الضلال بعد الهداية ونعوذ بالله من الزيغ بعد الاستقامة والعبد ينبغي له أن يخاف على نفسه ترجمة نانسي قنقر